اللي اخبارك ايه؟ كله تمام مبسس ان انت معنا في السجادة الحمرة بسي جدا انا سعيد ان انا معاكم واحنا كمان اول سؤال لنا هنطيك سؤال اسمه دربة حر دربة حر السؤال ده هتقراه في سرك وهنشوف هتقراه دلوقتي وتجاوب عليه قدام الناس ولا نخليه لاخر الحلقة لا اجاوب عليه اوكي يلا بي طيب انت حبي تقوليه؟ لا انت اقراه طيب كرة القدم كانت خطوة اجبرت عليها في مشوارك والهدف حققته وانجحت فيه لا هو بالتأكيد ده هدف انا حققته انا كنت بعشق كرة من انا صغير ومولود في بيت طبعا الناس كله عارفة ان والدي كبس الله حسني اصلا كان لايه في النادي اهلي ومدير كرة ومنتخب مصر فاتولدت في الاتموسفير بتاع الكرة فطبعا كنت حابب جدا ان انا نلعب كرة وكان هدف لي ما اجبرتش عليه خالص كان اختيار مني يعني الحاجة الوحيدة اللي قفت فيها مع والدي كانت ان انا كنت عايز اخش مع الرياضة كنت عايز اخش معها التمثيل فدي الحاجة الوحيدة دي الحاجة الوحيدة اللي يعني كمان وقتها كنت بلع في النادي الاهلي وتصعدت درجة اولى فما كانش اه ما كانش ينفع عمل المكس ده بالزبط كده لكن ما اجبرتش وخطوة لا يمكن ان امدم عليها في حياتي اوكي فقرتنا اللي جاية وان تو وان جاهز لها؟ جاهز يلا ربينا يلا ترجمة نانسي قنقر